حمده تقول يعني كانت امرأة الوالدة تتصدق عليها وبعدين توقفت من دون سبب يعني تقول يلحق الوالدة شيء لا لا ما يلحق الوالدة شيء الوالدة لها الأجر والثواب على ما مضى لكن الله عز وجل فتح للوالدة باب من أبواب الخير وباب من أبواب العبادة ليش سكرتها الوالدة ليش تسكر هذا الباب هل محتاج الوالدة هل تقول الله أنا ما عندي شيء الآن إذا تقول الله أنا ما عندي شيء وأنا والله علي ديون وعلي التزامات معذورة أما ما عندها شيء الله سخر لها المسكينة هذه ترى فضل من الله عز وجل أنه سخر لها المسكينة عشان تتصدق عليه الوالدة تدرين يا حمده قولي الوالدة والله بعض الناس يدورون يدورون فقر يتصدق عليه ما يجدون مع كثرتهم الله ما هدى ما دل لهم سبحانه وتعالى فالله جاب لها المسكينة وهذا باب من أبواب الخير وباب من أبواب الجنة بإذن الله ليش تسكر الباب هذا أي إنسان يفتح الله عليه باب لا يسكره في بعض الناس يفتح الله عليه قيام الليل ويتكاسل ويترك الله فتح عليه بعض الناس يتمنى قيام الليل ولا يجد ما هو قادر يقوم عليه بعض الناس الله مبارك فتح الله عليه الصيام يصوم الاثنين والخميس والريام البيض باب من أبواب الخير لا تغلقه بعض الناس فتح الله عليه قراءة القرآن بعض الناس فتح الله عليه مساعدة الناس هذه أبواب يفتح الله لمن يشاء من خلقه وعباده بعض الناس يذهب ويسكر هذا الباب هو باب يستروح منه روائح الجنة يروح يسكره ويقفله ووالله فتح له فقل للوالدة إذا ما كان عندها التزامات ولا شيء لها تسكر الباب لها تسكره وتحمد الله عز وجل ليسر لها مثل هذه الحرمة بعض السلف وش يقول يما يجي المساعدة يقول الحمد لله الذي يعني أهلا وسهلا بالذين يكونون سبب من أسباب مغفرة ذنوبنا يفرحون بالمساكين الأجياء يسألون ما تضيق صدورهم يفرحون بالمساكين الفقراء إذا جوا يطلبون الصدق